حميد أقربى يقول ما علاقة الخيانة بالوهم والسداجة وكيف يمكن أن نؤسس أو تؤسس المعرفة لقيمة الوفاة طبعاً هذا سؤال خطير للسي حميد لأنه بالفعل نحن تحدثنا عن وهم الوفاة ووهم الخيانة هناك من يتوهم على مقاصه يحدد الوفاة في خياله في أحلام يقضته يحدد ذلك وبالتالي يشتكي من عدم توفير الآخر هذا الوفاة لماذا؟ لأنه بناها بطريقة وهمية بناها بطريقة استهامية بناها بطريقة ليسة وهذا ما كنت أقوله بمعنى إذا لم تكن لي القدرة الإدراكية المعرفية لتحديدها وتحديد هذه القيمة كل قيم الصدق الكاديم الخيانة نحن نتحدث عن الخيانة والوفاة ولكن كل قيم الأخرى لا بدون تخدع إلى هذا طبعا هي مترابطة هي مترابطة لأن إذا قلت لك أنا لم أخن في حياتي لنست تصدقينني لست خائنا وأنا أقول ذلك خائن من يدعي أنه ليس خائن بهذا المعنى أنه يجعل نفسه في موقع الألوهية صرد ميغالوماني بمعنى أنه يحط رأسه ولذلك هناك مواقف هناك استراتيجيات متعددة والإنسان الوافي هو الذي يعرف حدوده قدراته هو الذي يمكن له أن يقرأ الواقع بطريقة تنفذ إلى هذا الواقع في جزئياته لأن في الجزئيات تكمن الخيانة ويكمن الشيطان كذلك في تلك الجزئيات